السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين من قام بعشر آيات العشر آيات ممكن ننطقيهم مثلا من كصار الصور في جزء تبارك أو جزء عامة فالصلاة الركعتين مش هتستغرق معنا عشر دقائق طيب لم يكتب من الغافلين لو صلينا بعشر آيات في الليلة دي لا نكتب من الغافلين طب ومن قام بمئة آية كتب من القانتين يعني يكتب لنا قيام ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر ما شاء الله طب المئة آية نجيبهم من إينا يا شيخ محمود ليس على سبيل التحديد ولكن على سبيل التسير ممكن أول أربع صفحات من جزء عامة اللي أربع صفحات ما عديين المئة آية بفضل الله سبحانه وتعالى لو صلينا بيهم بفضل الله لن تستغرق الصلاة أكتر من ربع ساعة بفضل الله طيب والبقى الآخر حاجة ومن قام بألف آية كتبة من المقنطرين يعني من أصحاب القناطير المقنطرة بالحسنات يوم القيامة طب الألف آية نجيبهم إزاي يا شيخ محمود بكل بساطة جزء تبارك وجزء عامة ومعهم فاتحة الكتاب يعد الألف آية بفضل الله سبحانه وتعالى ولن يستغرق معكم ذلك والله أكتر من ساعة أو ساعة وربع بكل بساطة طب يا شيخ محمود أنا رجل تعبانة أو مريض أو مثلا كبير في السن ومش قادر أقف بسيطة جدا نقدر نجلس على كرسي ونقرأ طب ممكن أمسك المصحف في إيدي آه طبعا في النوافل ممكن نمسك المصحف في إيدينا ويعني الدين يصري بفضل الله سبحانه وتعالى يعني نقدر نمسك المصحف في إيدينا ونقرأ وإحنا قاعدين على كرسي وناخد الأجر العظيم ده هنقرأ بألف آية اللي هي جزء تبارك وجزء عامة فنكتب من المقنطرين طب يا شيخ محمود طب الكنز بقى الحضرات أو السبع كنوز اللي حضرتك قلت عنهم دلوقتي موجودين فين أقول لحضراتكم إحنا كده خلاص استقررنا على إن إحنا إن شاء الله نتوكل على الله ونعتمد على الله ونستعين بالله ونصلي بألف آية في الليالي في الليالي الأخيرة اللي سيألالي العشر الأخيرة من شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى أول ثلاث كنوز من السبعة هنلاقيهم في أول حاجة اللي هي إيه إحنا بنقرأ في جزء طبارك الأول وبعد كده جزء عامة فأول صورة هتقابلنا في جزء طبارك هي صورة طبارك وصورة طبارك اللي وحدها فيها ثلاث كنوز الكنز الأول بالإضافة طبعا إنها صورة من كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا أعظم كنز لكن الكنز الأول هنا بقى اللي إحنا بنكلم عنه في مسألة الحسنات وغير ذلك الكنز الأول إن صورة طبارك سبب لمغفرة الذنوب والكنز الثاني أنها المانعة من عذاب القبر والكنز الثالث أنها سبب لدخول الجنة ما شاء الله طب في دليل على كده يا شيخ محمود من تعرفين ليس عندي بضاعة إلا ما كان في البخاري ومسلم أو من الأحاديث التي صححها أو حسنها العلامة المحدث الألباني رحمه الله رحمة واسعة ورد في ذلك ثلاثة حديث الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة طبارك هي المانعة من عذاب القبر والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من الكرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت عن صاحبها حتى غفر له وهي سورة الملك طيب الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم سورة من الكرآن ما هي إلا ثلاثون آية نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك هذه كده ثلاثة كنوز في سورة تبارك لوحدها تعالوا نكمل بعد كده بقية الكنوز ولكن بعد الفاصل تعالوا حبيب نكمل مع بعض السبع كنوز الموجودة في ليلة القدر بفضل الله سبحانه وتعالى اتفقنا مع بعض إن احنا هنصلي كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى بألف آية يعني بجزء تبارك وجزء عامة ومعهم سورة الفاتحة يبقى كده عدينا الألف آية قلنا إن أول سورة بنقرأها في جزء تبارك هي سورة تبارك وقلنا إن فيها أول ثلاث كنوز أولا هي سبب مغفرة الظنوب ثانيا هي المانعة من عذاب القبر ثالثا هي سبب لدخول جنة وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك يعني بكل بساطة يا حبيبي لو كانت ليلة القدر فكأننا أخذنا بأسباب مغفرة الظنوب وأسباب منع القبر منع عذاب القبر وأسباب دخول الجنة لأكثر من ألف شهر لأن المولى عز وجل قال عن ليلة القدر قال ليلة القدر خير من ألف شهر ولم يقل ليلة القدر بألف شهر يعني ممكن تكون بمليون شهر بمليار شهر لأن الكريمة يعطي عطاء يليك بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وجل جلاله يبقى أول كنوز في ليلة القدر وإحنا بنقرأ سورة تبارك سبب مغفرة الظنوب سبب منع عذاب القبر سبب لدخول الجنة طب الكنز الرابع تمام لما نقرأ بقى ألف آية الكنز الرابع إن إحنا في الليلة ديت لن نكتب من الغافلين يعني لو وافقت ليلة القدر لن نكتب من الغافلين لأكثر من ألف شهر ما شاء الله لأن إحنا قلنا إن المولى عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر طب صلينا بألف آية ده النبي عن السلام بيقول ما نقرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين لأ إحنا بقى صلينا بألف مش بعشر تمام كده يبقى لن نكتب من الغافلين لأكثر من ألف شهر الكنز الخامس حبيبي سنكتب من القانتين يعني يتكتب لنا قيام ليلة كاملة لأكثر من ألف شهر كأننا نصلي من العشاء إلى الفجر لأكثر من ألف شهر لو وافقنا ليلة القدر وإحنا بنصلي كل ليلة بجزء طبارك وجزء عم رقم ستة حبيبي الكنز السادس إن إحنا سنكتب من المقنطرين يعني من أصحاب الحسنات التي لا تعد بالمليارات تمام هيكتب لنا ذلك لأكثر من ألف شهر يعني يتكتب لنا قناطير من الحسنات بالمليارات لأكثر من ألف شهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ما شاء الله رقم سبع الكنز السابع إن إحنا نصبح من أهل الله عز وجل وخاصته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لله أهلين فأهل الكرآن هم أهل الله وخاصته الله أكبر يبقى سبع كنوز حبيبي بفضل الله سبحانه وتعالى لما كده نحافز بس على جزء طبارك وجزء عمه صلوها وفقتكم المصحف صلوها وإنتوا قعدين على الكرسي ما فيش أي مشكلة بالمرة خالص بفضل الله سبحانه وتعالى ولكم الأجر كاملا تكتبوا وتأخذوا يعني سبع كنوز من أعظم الكنوز تكون سبب مغفرة الذنوب لأكثر من ألف شهر تكون مانعة من عذاب القبر تكون سببا لدخول الجنة لا تكتبوا من الغافلين لأكثر من ألف شهر تكتبوا من القانتين يكتب لكم قيام ليلة كاملة لأكثر من ألف شهر يكتب لكم مليارات المليارات من الحسنات يعني من المقنطرين لأكثر من ألف شهر وآخر حاجة تصبح من أهل الله وخاصته بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين بمحبة الله وردواني ومن الفائزين بليلة القدر ومن عطقاء الرحمن من النار وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته